السلام عليكم سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة التقويم تقويم الوحدة الثانية الذي يندرج دمنا الأسبوع الخامس من هذه الوحدة مجال حياة ثقافية والفنية المرجع المفيد في اللغة العربية المستوى الرابع عنوان النص التقويمي الانترنت أقرأ النص ثم أجيبها للأسئلة إذن سنقرأ النص وفي نفس الوقت سنشكل الكلمات باللون الأزرق إذن جاء اختراع الانترنت نتيجة تزاوج الحاسوب والهاتف وهو شبكة عالمية للاتصالات لها من المزايا ما لا يحصى ولذلك يمكن أن يستفيد منها كل فرد من أفراد العائلة ومن يريد الاستفادة استفادة من خدمات شبكة الانترنت فسيجد عالما واسعا يقدم له ما يشاء إذ يصبح بإمكانه قراءة الصحف العالم يوميا وتتبع وتتبع نشرات الأخبار العالمية ومشاهدة الأفلام وسماع الموسيقى وشراء الملابس من المحلات القبرى في العالم وصار الناس يستعملون البريد الإلكترونية لتلقي الرسائل والإجابة عنها بالإضافة إلى الحصول على ما يرغبون فيه من نصوص أو أصوات وصور وغيرها وكل من يحاول الإبحار عبر شبكة الانترنت لزيارة المواقع المفتوحة لن يصدق وجود هذه الكمية من المواقع والبرامج من المواقع والبرامج الرديئة التي لا تقدم نفعا ولا فائدة بقدر ما هي مضيعة مضيعة للوقت ومفسدة للأخلاق للأخلاق واعتداء على حقوق الآخرين لكن إيجابيات الانترنت أكثر من سلبياته نجيب على الأسئلة المرافقة لهذا النص تقويمي إذن نبدأ بالفهم القرائي أكمل شبكة مفرداتي لانترنت إذن انترنت مواقع هاتف حاسوب شبكة عن كبوتية ممكن أن نكتب فقط شبكة لانترنت إلكتروني إذن انترنت مواقع هاتف حاسوب تواصل الشبكة أصر الكلمة بتعريفها الانترنت هل هو شبكة عالمية للتجارة شبكة منظمة عالمية لحقوق الإنسان أم شبكة عالمية للاتصالات إذن الانترنت هو شبكة عالمية للاتصالات شبكة عالمية للاتصالات أم لأ الجدول من النص فوائد الانترنت وسلبيات الانترنت إذن فوائد الانترنت قراءة صحف العالم يوميا تتبع نشرات الأخبار العالمية مشاهدة الأفلام سماع الموسيقى شراء الملابس من المحلات الكبرى إذن هذه كلها من فوائد الأنترنت كذلك بإضافة إلى الحصول على كل ما نرهب فيه من نصوص أو أصوات أو صور أو غيرها هذه كلها من فوائد الأنترنت بعض فوائد الأنترنت فقط بالنسبة لسلبيات الإنترنت المواقع والبرامج الرديئة التي لا تقدم نفعا ولا فائدة مضيعة الوقت ومفسد للأخلاق الاعتداء على حقوق الآخرين إذن أدوهما سلبيات الأنترنت إذن فوائد الإنترنت قراءة صحف العالم يوميا تتبع نشرات الأخبار العالمية مشاهدة الأفلام وسماع الموسيقى سلبيات الإنترنت مواقع تعد مضيعة للوقت برامج رديئة تفسد الأخلاق الاعتداء على حقوق الآخرين إذن هذه بعض فوائد الأنترنت والأخرى سلبيات الإنترنت المذكورة في النص السؤال الرابع اقترح عنوانا لكل فقرة إذن النص مقسم إلى أربع فقرات الفقرة الأولى من جاء اختراع إلى أفراد العائلة الفقرة الثانية ومن يريد الاستفادة إلى وصور وغيرها الفقرة الثالثة وكل من يحاول الإبحار إلى أكثر من سلبياته إذن عنوان الفقرة الأولى اختراع الإنترنت عنوان الفقرة الثانية فوائد الإنترنت عنوان الفقرة الثالثة سلبيات الإنترنت إذن عنوان الفقرة الأولى اختراع الإنترنت الثانية فوائد الإنترنت ثالثة سلبيات الإنترنت أبينوا كيف يمكن الاستفادة من الانترنت في الدراسة إذن يمكننا الاستفادة من الانترنت في الدراسة بمتابعة الدروس بالصوت والصورة البحث عن المعلومات قراءة الكتب والقصص إذن نستفيد من الانترنت في الدراسة متابعة الدروس بالصوت والصورة البحث عن المعلومات قراءة الكتب والقصص ننتقل للظواهر اللغوية اذا اشكر الكلمات المكتوبة بالازرع في النص اذا قمت بالشكل في بداية الفيديو املأ الجدول بوضع علامة اكس في المكان مناسب. اذا الكلمات مذكر مؤنت مفرد مثنى جمع. اذا اختراع كلمة مذكر. هل هي مفرد او الجمع? انها مفرد. مزيئة مزيئة مؤنت. مفردة. كلمة مفردة. مستعملون. مستعملون. مذكر. كلمة. مذكر. وآآ جمع. برنامجاني ايضا مذكر. مثنى. نوعها مثنى. اذا جنسها مذكر. عددها مثنى. اذا اختراع جنسها مذكر. مفرد. مفرد مذكر. مزيئة مفرد مؤنت. مستعملون. مذكر. جمع مذكر. برنامجاني. مثنى مذكر. اركبوا اه الافعال الاتية في جمل. اذا الذي يحصي. يحصي المهندس. العمالة. تقدم. تقدم المذيعة. مشرة. جاء. جاء. جاء الضيف متأخرا. جاء الضيف متأخرا. يريد. يريد اخي دراجة. اذا يحصي المهندس العمالة. تقدم المذيعة النشرة. جاء الضيف متأخرا. يريد اخي دراجة. امل الجدولة بما يناسب. اذا لدي الجمل. وسنحدده المبتدأ والخبر. اختراع الانترنت نتيجة لتزاوج الحاسوب والهاتف. اذا المبتدأ. اختراع. الخبر نتيجة. اذا بعض المواقع مضيعة للوقت. ان مبتدأ بعض. مضيعة. الخبر مضيعة. املأ الجدولة مما يأتي. واضع علامة اكس في المكان المناسب. من يريد الاستفادة من الانترنت. فسيجد عالما يقدم له كل كل ما يشاء. اذا من يريد الاستفادة من الانترنت. سيجد عالما يقدم له كل ما يشاء. سنستخرج من هذه الجملة فعلا لازما فعلا متعديا. اذا لدي هنا يريد يريد فعل. يريد الاستفادة اذا. هل هو فعل لازم او فعل متعدي. اذا فعل متعد. فعل متعد. ان الاستفادة مفعول به. سيجد عالما يجد. يجد عالما. عالما مفعول به. اذا ايضا فعل متعدي. يقدم له كل ما يشاء. يقدم. يقدم ايضا فعل متعدي. اتي بفعلين بهما تا مبسوطة. اذا كتبت. دخلت. يمكننا قروض في الصماتة. تاء الاصلية عندنا صماتة. اتي باسمين بهما تا مبسوطة. بيت. جن ديات. جن ديات. اذا. اسمين بهما تا مبسوطة. بيت. جن ديات. ارسم همزة الوصل او همزة القطع مكان النقاط. اكتب. اكتب ما يمليه. اكتب هنا. فعل امر. اذا همزة وصل. اكتب. ما يمليه عليك الاستاذ. وعليك. وعليك. وانتبه. اكتب ما يمليه. ما يمليه عليك الاستاذ. استاذ عليك. عفوا. وانتبه. اكتب ما يمليه. استاذ عليك. وانتبه. هنا في بداية الفيديو كان خصنا اعطي واحد الملاحظة للصورة. إذن ألاحظ في المشهد قفلا يجلس أمام حاسوبه وهناك مكتبة مليئة بالكتب المتنوعة والطفل يضغط على أزراء الحاسوب للبحث عن معنى كلمة ثقافة البحث عن كلمة ثقافة إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أضرب لكم موعدا في فيديو قادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع السلامة